السلام عليكم الكثير من المشكلة أن البرامج تكون شغالة مثلاً يكون عندك شبكة وعندك كل شيء مثلاً برامج زي الواتاب زي الايم وزي كذا ولما أحد يرسل لك أو أحد يتصل لك يعني ما توصل لشعارات المشكلة ليس في البرنامج البرنامج لا يوجد فيها أي مشكلة المشكلة تكون في الجهاز 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 الجديد الحديثة عندها خاصية أنه الجهاز عنده في برامج ما يستخدمه يعمل له إثبات لما تكون البرامج في وضع الإثبات يعني نادراً ما تجي لي فيها الرسائل أو بعض الأحيان تجيها بعض الأحيان ما تجيها طبعاً نحل هذه المشكلة بسيط نذهب إلى الإعدادات كما تشاهدون هذه الإعدادات بعد ذلك ندخل إلى إعدادات البطارية بعد ذلك ندخل إلى هنا عندنا التطبيقات تشغيل التطبيقات في الخلفية أنا عندي هذه التطبيقات تشغيل إدارة يدوية دائماً هي تيجي إدارة تلقاية إدارة تلقاية كما تشاهدون كذا إدارة تلقاية طبعاً أنا لما أعمل إدارة يدوية أقف الإدارة تلقاية يكون البرامج تشغيل تلقائي والتشغيل الثانوي التشغيل في الخلفية كل هذه شغالة يعني البرامج يصرف بطارية زيادة بس يكون شغال معايا واصل يعني ما يفصل ما يسوي أي شيء طبعاً هذا البرامج الذي هي ضرورية فقط أحتاجها ضرورية يعني برامج زي المراسلة برامج حاجات معينة مشكل للبرامج نحتاج لها الإعداد هذا في برامج يعني ما نحتاجها تكون شغالة في الخلفية نعمل له إدارة تلقاية إدارة تلقاية ولا إذا أردنا مثلاً نتحكم فيها إدارة يدوية نعمل له مثلاً الإعداد هذا مثلاً المساعد كما تشاهدون التشغيل التلقائي طبعاً أعمله شغال التشغيل الثانوي أعمله وإقاف التشغيل في الخلفية أعمله وإقاف فقط وجوده في إعدادة البطارية لكل برنامج خاصية مثلاً أنا أختار لكل برنامج إعداد خاص فيه على حسب استخدامي له إذا أعجبكم الفيديو أرجو الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة معكم فوازل وصابي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة